ما الذي خلق أولا اختلف العلماء في الذي خلق أولا يعني فيما خلقاه الله سبحانه وتعالى أولا فهل هو القلم أم العرش أم الماء على سلاسة أقوال ولكل قول دليل أو أدلة فريق من أهل العلم قالوا إن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو القلم استدلوا بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند أبي داود والترمزي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم فجرى فقال له اكتب ثم قال له اكتب فجرى في هذه الساعة بما هو كائن إلى يوم القيام إلى يوم القيام يبال الحديث إن أول ما خلق الله القلم يبال تقول لماذا الاختلاف إذن لماذا الاختلاف إذن إذا كان أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو القلم في بنص الحديث وقد اختار فريق من أهل العلم ذلك اختار طبريه ذلك اختار ابن الجوزي ذلك ومن المعاصرين شيخ الألباني عليه رحمة الله اختار أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو القلم فريق آخر قال بل إن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو العرش والحقيقة الذي قال بذلك الجمهور الجمهور يعني أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم على ماذا اعتمدوا اعتمدوا على حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال أي النبي عليه الصلاة والسلام وكان عرشه على الماء إذن العرش على الماء قبل الكتابة كتب مقادير الخلائق بالقلم في الحديث ده حديث اللي أمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق فلذا نجد الجمهور قال العرش قال العرش وردوا على حديث القلم بأنه ذلك بعد العرش بعد العرش ومن أهل العلم من قال إن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الماء واعتمدوا على قول لابن عباس مسعود رواه الطبري في التفسير ضعفه الكثير من أهل العلم لكن حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بمجموع بمجموع طرقه وفيه إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الماء كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء قبل الماء لكن الحديث هذا متنازع فيه كما سمعت كما سمعت فأكثر أهل العلم كما رأينا على أن العرش خلق أولا وثم بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى القلم أو الماء يعني لكن قالوا العرش هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى يبه هذا في اختلاف العلماء في أول ما خلق الله سبحانه وتعالى لعلك تقول في قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم العلماء ردوا على ذلك قالوا نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي ليس معناه كل شيء حي ليس معناه أن خلق الماء قبل العرش أو قبل أو قبل القلم أو قبل القلم من الماء تعالى